حلو تجمعوا تجمعوا في سبايدر شوف ما في ليلة اي ليلة دموية اليوم 35 من جمعين بالعدد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم عبدالله او كرمبي 203 اليوم على حلقة 15 من لعبة 7 days day عالم بريجين طبعا الحلقة الفاته ليلة دموية واختبرنا المبنى قدام زومبي لكن لا الحمد لله هو تمام بس يعني فيه فيه فيها خطاب بسيطة ويحتاج التطوير انا طورت خلف الكوليس وسويت اشياء راح نشوفها الحين يلا خلو نبدأ بس لا تنسى اشتراك واللايك مشكورين مشكورين على دعم الحلقة الفاته واشكر كل من اشترك الحلقة الفاته يطلع لي عدد المشتركين صراحة عدد كويس شاء الله يعطيكم الف عافية واتمنى اكثر بالمقطع هذا يلا خلو نبدأ طبعا يا شباب مثل ما قلتكم الحلقة الفاته من غلطات مبنى المقاومة انه اني ما حطيت سمنت حطيت كانكريت على الاعمدة وحاولت اني اطور كلها لا اعمدة سمنت طورت الواجهة الخارجية وما كفل سمنت للواجهة الداخلية بس الزوايا فقط لكن ان شاء الله اليوم راح نخلص كامل كامل وزودت الانارة من المشاكل اللي واجهناها للحلقة الفاته مشكلة الانارة الانارة صراحة تحت الوسط يعني اضطرني البس النظارة هذه الليلية وبرضو يعني ما تنفع على رؤية الدنيا خضر يعني ما هي زينة افضل شي كذا تحط الانارة بما ان ما وصلنا للكهرب لحد الان نحط الانارة الشموعه والتورش هذي تمشي الحال لكن ان شاء الله راح اسوي اسمنت اكثر واطور العمدة اكثر واكثر واحتاج برضو حديد عندي حديد الفورجد ايرون انا لعبت خلب الكوليس وجمعت حديد مثل ما تشوفوه اليوم الاربعة ثلاثين والليلة الدموية كانت يوم ثلاثين وبرضو مثل ما تشوفوه السلاح هذا تذكرت انو عندي وصويت بتطوير النار ورشاش عندي مثل ما تشوفوه الي في الاثنين مع مهمات الشي اسمه التاجر اه اعطاني احد اه احد الجوائز اللي يعطيني هو رشاش اللي في الاثنين وعندي رشاشات اذون اللي في الواحد اللي في الواحد بس للأسف تبيعه بسبع عشر سبع عشر ريال رشاش بسبع عشر تبيعه على التاجر النصاب ويرجع يبيعه عليك بالفين ايه فيه اسمنت عندي هنا تشوفو المبنى هذاك راح اتكلم لكم عنه والحي اسمنت اجهز اسمنت هنا لاني محتاج للأعمدة ومحتاجة شغلة الضرورية اليوم انسوية اه ابي سوي اليوم اني خططت قبل خلف الكوليس وانا لعب جتت الصياحة قلت ليش ما لفل قلت خلوني الافل دبحت الصياحة وانتظرت كل يوم تجي كل الصبح تجي صياحة ثنتين بده يجوم بكثرة قلت خلوني الافل سويت المبنى هذا المصغر صراحة عينة فاشل من النواع المباني هذي سويت كده على السريع واستفزيت الصياحة وجت وجمعت عليه الزومبي لكن للأسف كسروا من هنا وما ادري شون دخلوا فيه ناس كأنهم يدخلوا من تحت الارض شون ما ادري تجمعوا بكثرة المهم اني مت مت للأسف مت يعني لو تشفون دمجوا المنطقة هذي من 5000 الى 4300 يعني صراحة دمج قوي وهذا شوفوا 600 من 5600 ركزوا عليه تقريبا 20 زومبي يطمرون ويضربون هنا اهم اساسا ضرب هنا لازم اسوي مبنى ثاني اليوم عشان اللفل لاني ما وصلت الاكترك وفي مشكلة اكتشفتها اول ما دخلت خلف الكواليس بعد الليلة الدموية كنت موقف السيكل هنا وبعدها ما ادري وين راح اختفأ اختفأ ما ما ادري وين راح واجهت ازمة بالطلقات لكن الحمدلله تجاوزتها شوي في طلقات تصنع عندي والفورجد بعد اه برضو شغال على انه يصنع الشو اسمه كم هذا هذي تصنع الحين القم بودر والفورجد عندي يصنع اللي هو هذون خلاص صنعا خلاص خلون اشيله نحطهم بالتصنيع عشان اجهز اكبر كمية طلقات طيب هنا ناخذ من القم بودر هذا ونحاول نصنع عدد كاف من طلقات كم يبدي نصنع طلقة رشاش اه ما ابي اال عدد هذا لكن ابي مية وخمسين كبداية وبعدين راح اجمع اكثر واكثر لاني استخدمت اه اللد اللي عندي الخام اللي موجود قدام البيت حفرته شوي اخدت منه طيب والمسدس كم نحتاج اه نحتاج معلي صنعت الان اظن صنعت وغيبت عندي هنا 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 ايه صنعت كمية اني لا بأس بها لاني متحسب لا مشكلة الصياح لاني ابي الاف لانا ولازم نسوي المبنى هذ حين طيب على الان او شي ابي يغير مبنى هذا ما بي ما بيحط بنفس المكان لانهم جو يكسرون هنا واضطريت اني شير مزرعة قبل ما يخلصون عليا ابي اسوي مبنى المبنى المقاومة المصغر هنا طيب وش نحتاج او شي نحتاج اه اي نحتاج من هذا عدد معي كنكريت حلو معي كنكريت بس ما معي سمنت حلو لازم نحط المنصة لاني احس انهم يدخلوا من تحت وش لون ما ادري طيب نبي نسوي منصة صغيرة صغيرة جدا يعني ما هي كبيرة مرة وين المثلث نحتاج مثلث ايوه هذا حلو نحتاج المبنى يكون هنا ولا يكون قريب البيت في الزيادة طيب حلو لا 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 اشوني حطيت هذا الضعيف يعني ما هو قوي مرة طيب ما انا بنكبره في الزيادة عشان ما تاكل عالي سمنت خليه ضيقه بس اني اقدر اتضارب مع الزومبي هنا كم واحد اثنين ثلاث اربع هنا واحد اثنين ثلاث اربع حلو 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 تمام طيب الحين نحط مربع عادي ونعب المنطقة كاملة ونشوف المقاسات انا لحد الان تر ما خططت لايش اي تخطيط يعني ما سويت نفس التخطيط هذاك تخطيط سريع سريع اللي تدمروه علي قبل الله اللي وريت كامه هنا اشوف كم يمديني اسوي بلكة هنا وطبعا من شرط المبنى هذا اللي يكون بدون سبايك نهائيا عشان انت تجيب الصياحة تخليه تصيح تجمع لحد ما تجيب عدد كبير وبعدين تذبحه وبرضو تجيك الصياحة ثانية طيب كذا اظنه ممتازة لا بس الغلطة انهم راح يضربون هنا يضربون بلكة ما راح يضربون اللي فوق يعني فلذلك نشيل هذا نحط كذا بلك عادي كذا خلاص تكفي بلكة واحدة تكفي ولا احط اكثر كذا بلكتين حلو بلكتين بلكتين حلو يا شباب هذي القاعدة بشكل مبدي بس ابي احط الزلق هذي الزاوي هذي كامله عشان نطلعوا الزومبي على طول حلو هالحين باقي علينا الزوايا اللي هذي ما تجي تجي حلو تمام وطبعا القاعدة الارضية هذي راح تكون بالكنكريت عشان ما نكلف على انفسنا اهم شي اللي داخل هذا يكون سمنت طيب هالحين نطور القاعدة اول شي نطور كنكريت طبعا كم تكلف كم عندي انا كنكريت عندي خمسمية ان شاء الله ان يكفي بذن الله ان يكفي طيب ابي اسوي كامل وارجع الكم مثل ما تشوفون خلصت الجزء الاول من الكنكريت بس باقي الخشب هذا هو الوسط وهذا انه خلص على الكنكريت وخلص برضو على الخشب لكن اظن عندي كانكريت ما هي مشكلة واذا ما عندي عادي اقدر اصنع انا عندي ستون واجد وعندي كل شي اللي الحمد وعندي سمنت لاني جمعت حسبت حساب اني ابي اسوي ابي اضبط العمدة والله الحمد اعني صارت ما تكلف بزيادة هنا عندي حلو اا شاسم اسمنت جاهز بس باقي عندي كانكريت هنا اظن فيه كانكريت عندي اذا ما اخدت كله لا اخدت كله بس ما هي مشكلة نصنع عادي نحن نخلي نصنع هنا بالطاولة نصنع بالطاولة اللي هو الكنكريت مش المشكلة اها يبي كلي كلي انا عندي كلي ولا لا اظن ما هو واجد ما هو بزيادة بس ما ادري وين رحت بالكلي كله اظن احرقت بالفورج طيب نشوف كم يمدينا 700 حلو بس الطلقات اخر علينا كذا ولا نوقف الطلقات ونخليه يرجع يصنع كذا كذا نخليه نوقفهم بشكل موقت طيب حلو وهالحين نرجع نسوي الطلقات اه كم كان يمديني اسوي من طلقات هذي 250 250 والرشاش كم يمديني اسوي حلو باقصة بستيل اني انا سويت نصن هنا طيب نخليه هذا يسوي يصنع الكنكريت وارجعلكم اذا خلصت شوف يا شباب خلصت الحين جبت الاغراض بس ما بقي شي اخلص المنصة بس كأني سمعت صوت الصياحة شربه شوفونا هذيك انا بس ابي اوريكم البداية بداية يعني هجومه يعني انا بي اجيب الى المبنى الاول شو صاحة الحين شوفونا حط كذا بس خلوني اصلح اللي هم خربوا هنا ما علي نستهلك شوي من الكنكريت من اسمنت بس ابي اشو ابي اوريكم وش اللي تجمعلي شو صيحت هذي شو صاحة الحين 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 اشتركوا في القناة ومع بيهم يشمعون بسيادة عشان اموت موتها غبية ثانية لازم اتجهز شو اليطمر هادا هريكة بي اسوي مبنى افضل هادا فس من الصياحة اشد من الليلة الدموية صراحة اشد من الليلة الدموية في احد خلصه حلو خلصه حلو تمام فلذلك لازم اسوي مبنى اقوى هذي تبتج مع تين مرة اشتركوا في القناة 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 ما راح تجي كذا كذا الماشي بالعكس الدنيا طيب ندور الشبك وين راح الشبك ايوه الشبكة بالمنتصف هذا حلو تمام الحين نحط الشبك طبعا الارضية 5000 وهذا 5000 طيب شبك الزوايا الحين وين الزاوية زاوية صغيرة زاوية صغيرة ايه هذه حلو تمام تمام والمنطقة هذي الفوق لا تستهلون بها لازم تحط شي لازم تحط سمنت لانهم برضو يطمرون يم وكسرون حلو تمام كذا ان شاء الله تمام هنا حط شبك كنكريت عشان ما يطمرون او هم يطمرون طامرين طامرين اساسا بس عشان بس ما يكسرون علي بلك اللي فوق ابيحط شبك وشون اتجاهه اتجاهه اه كذا وين 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 طيب هنو اخذ هذا اولا نشوف اه الشكل كان شكل بالبداية ما انيحاطوا كنكريت على طول شوفوا كذا يعني اذا جود خلوا ما يمديه يطمر يمديك تفجر راسه على طول وتمدوا بزيادة لحد ما تاصل لحد ما يصل هنا لحد ما يصل النزول منطقة النزول عشان ما يطمرون نكسرون بلك اللي فوق كذا حسنه ممتاز ها نشوف نجرب الشكل على ما يرقون خلاص ما حد يمديه يطمر نهائيا هذي حسنه خطة كويسة كذا الواحد اثنين الثلاثة وراح اطوروا كنكريت ومع التطوير راح هلفل بزيادة راح اوريكم وانا اطور بس التسع المربعات هذي لفوق السقف راح اوريكم وانا اطور وش راح يكون من اش اسمه الاكس بي اللي يجي كدها الحين يا شباب شبه مكتمل سوالله ودي اني استدرج الصياحة اجيبة لكن المشكلة ما طورت الشبك لفوق لازم اطور وكنكريتا اول ما ابي استعجل حلو معي كنكريتا الحين في احد اي جابته جابت الشرطي بعد طيب خلونا لين نكمل المبنى وبعدين تجمعوا راح اضمن لكم اني ما ادبح صياح حلو انت ويا الله هذا هي صياحة واحد يعني فما بالكم لو تجي اكثر نصياحة طيب نطور هذا خشب البداية وبعدين كان كريت كذا الاطراف اه الافضل اني اروح من فوق الافضل اني اروح من فوق شوفوا يا شباب وانا ما كملت المبنى كامل يعني شوفوا كمية ال 26000 يعني صراحة هذا وانا حتى ما امدني افتح الكاميرا لاني اه وقفت التصوير وانا اشتغل قتبي قبل يروح لاني خالص اذا وقفت شغل يروح على مت ال XB لكن شوفوا شوفوا كمية ال XB هذا لفلت وانا ما واجهت الزومبي يعني شون لو اواجه الزومبي مع هذه بس احس ان البني هو لي لف الاكثر ما ادلي لي طيب هادي الصف الى هنا بس ما عليه راح اكمله حلو يا شباب اظن جمعت خلاص كل الغراضي في هورد جاي سورد عادي ما هو من الصياحة في صياحة بينهم ولا شي لا ما في ما في بينهم اي صياحة واي شي بس فكرت بشي اشباب فكرت اني اخلي القريب لهم القريب الدريش فوق السقف القريب اخلي سمنت لان محيان يمكن يكسرون عفوق ويرقون بعض وكذا يدخلون علي وما راح سفيت شي طيب اه خلونا اقضى على هذا عشان اقدر افكر صح واتكلم صح كم عدد كم في احد وراي ما في احد في صياحة لا ما في صياحة لا ما احتمال اني اجيب الصياحة بعد شوي او صياحة لقاه خلاص ابي استعيم ده يكثرة ماذا منين جو ادول اول مرة يجون بالكمل هائلة هذا يعني بشكل عادي لا ليلة دموية ولا مع صياحة معقولة صاحة صياحة وانا ما سمعت لا اذا صاحة صياحة راح تجيب زومبي غير الاشكال هذي تجيب لك احيان شرطي احيان تجيب لك زومبي ماذا هذا ها رأسه نص رأس الله يقطع بليسه تجيب لك شرطي اللي تطرش عليك تجيب لك اشياء وصخة انتهو الحين يلا بس بي اطور الخش في الباقي اي خد كنكريت و ابي اطور اسمن تلحي ابي اطور كلهن وعشان نكون جاهزين مية بالمية حلو يا شباب كذا اظننا جاهزين خلص كاملا الحين المبنى ويمديني اسكر شبك فوق بس ما ادري احس كذا خلاص شكل كفي وباقي اي اللي بغيت انسى بغيت انسى السمنت اللي هنا اللي بالطراب بس بالبداية كبداية هذي عشان ما يكسرونه بسرعة هذو شي بيتطوير الخير ستيل او يا ستيل كم كم يصل الى 10.000 ستيل يعني لو اطور ستيل مستحيل يكسرونه الزومبي بسهولة طيب كذا ان شاء الله ان شاء الله ما راح يكسرونه هم ما راح يكسرونه بس انا خاف خوف انهم يكسرونه هنا سانا ان شاء الله ما راح يكسرونه شي لان مهم مهم بها القوة هذي طيب وشوف هنا وين كسروا هنا هنا اطمروا على بعض وقعدوا كسرون بهذا كسرون اللي انا صلحت يكسروا بلك كسروا بلك هو اهم شي بلك هذي صح ما راح يكسرونه الشبك طيب يلا هلحين بس بنتظر صياحة وارجع لكم اخيرا يا شباب بعد عناء طويل لقيت واحد انا قلت لكم اذا خلصت المبنى راح تختفي اعرف حظي تعال تعال هنا 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 ايوه تعال هنا 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 كلكم 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 ايوه تعال تعال اهم شي انتهي حلو الطرقات واجد ان شاء الله والسبير موجود لا سمح الله في مشكل ولا شي خلاص نتفاهم معهم بالسبير حلو يلا تجمعوا نبي نشوف يصمل ولا لا كسروا كسروا عادي عشان اقدر شوف حلو تجمعوا بزيادة ولا لا يروحوا البيت بس اهم شي صيح صيح بزيادة ما ودي اضرب ما ودي يقول شي حلو افضح قصة اش 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 ماذا؟ الصياح ليكون ذبحته العمليسة حلو بقى في احد ما في صياحة للأسف ذبحته شكل بالغلط لا 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 بدون انفجارات حلو يا شباب هذي هذي وحدة ثانية راح بس اني ابي ااخذ اسمنت معي عندي بالخلاط اسمنت بياخذه عشان اصلح اي شي خرب اي حلو 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 في ناس جو حلو حيها صوت يلا كأنهم هجمين عبيتي ليه اي تعالوا جاي تعالوا جاي فيها سبايدر ثلاثة حلو 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 ايوه اقوى صوت عندك حلو حلو هذا نجب نصلحه حلو تمام كده وضعنا اوكي ابي حاول اني ما اذبح الصياحة حتى لو جدت صياحة ثاني بس راح يمكن احتمال تكرش اللعبة اذا جو واجد لانهم يجون اكثر من اي ليلة دموية ويجون كده دفعة واحدة ما يجون قعد دفعات ايه 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 اي اي ليلة دمويه اليوم 35 من الجمعين بالعدد هذا هذاك الشرطي هذاك الشرطي لكن عادي نطلع من هنا ونعطيهم الملقي فدولة كذا لقد زمت اللعنة افضل أريد أن أطلعهم برّة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة